بهمة ونشاط يبدأ هؤلاء المزارعون بقطاف ثمار الحمضيات مع بزوغ فجر الصباح الباكر إنتاج يعتبر وفيرا هذا العام مقارنة بالأعوام القليلة السابقة في قطاع غزة مما يتسبب في انخفاض أسعارها في السوق المحلي في ظل نقص السيولة النقدية وتدني الوضع الاقتصادية موسم السنة بالنسبة للحمضيات هو موسم موفير وكانت فيه كمية كبيرة بس الأسعار لم تكن عادة على مستوى تعب المزارع وتكلفة المزارع في زراعة الحمضيات أسعار السنة هذه كانت منخفضة وفي وقت ينهمك المزارعون في قطف هذه المحاصيل إلا أنهم يواجهون الكثير من التحديات أهمها منع تصدير بضاعاتهم إلى الخارج إلى جانب مطالباتهم بتوفير السماد والأدوية المناسبة للمساهمة في تحسين جودة الانتاج مطلبنا المزارع للسماد الكماوي والأدوية الشغلات هذه تكون فيه مساهمة نساعد المزارع فيها لأن أسعارها مرتفعة جدا لقية المحصول للحمضيات في الفترة هذه منع خروجه من غزة هذا بسبب ضرر كبير للمزارع لأن الأسعار تكدس الحمضيات في قطاع غزة والطلب عليها بخفض الأسعار بالنسبة لأسعار الحمضيات ورغم نجاح موسم الحمضيات هذا العام إلا أن هذه الزراعة المهمة تراجعت في السنوات الأخيرة والسبب يعود إلى تجريف الاحتلال لأراضي كبيرة والحاجة إلى مياه عذبة حيث وصل إنتاج الموسم الحالي من الحمضيات إلى نحو أربعة وأربعين ألف طن كانت فلسطين يصدر الحمضيات إلى دول الأوروبية والدول العربية على رأسها الأردن وسعودية ولكن بعد تجريف الاحتلال في انتفاضة الأقصى بعد سنوات 2005 تم تجريف عدد كبير من الأشجار والدلمات التي تحتوي على الحمضيات فحاليا مزروع أنه بعد 2005 تم زراعة ما يقارب من 19 إلى 20 ألف دلم حمضيات في قطاع غزة رغم وفرت لإنتاج هذا العام إلا أن الأرقام تعطي مؤشرا لتراجع هذه الزراعة المهمة بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلية فضلا عن التمدد العمرانية من وسط قطاع غزة عمرو الدهودي تلفزيون فلسطين